نواصل مع حلول تمرين كتاب مدرسي ومع تمرين في الحقيقة عنده هدف بعيد كالنظرية اسمها نظرية مبارهنة القيام متوسطة إذن شيئا فشيئا سنفهم مقصود أول شيء لتكون المعادلة ذات المجهول X AX مربع BX زائد C للتسهيل سأسميها PX Polynom AX مربع ZX BX زائد C سأسميها PX نفرض أن للمعادلة حلين هما X فتحة وX فتحتين معناه دلت موجب تماما لو كان دلت معدوم سيكون هذا الحلين متساويين ويعود هنا خمسة X فتحة لها خمسة لما دلت يساوي السفر نقول هناك حل واحد نجربو نشوف فتا X يساوي لها حل مضاعف X فتحة يساوي X فتحتين معناتها خمسة X فتحة إثبات أنه بيّن أن هذا العدد محصور بين هذين العددين هذا أول مطلب إثبات أن هذا العدد محصور تماما عدم التساوي بين هذين العددين نفرض X فتحة وX فتحتين حل هذه المعادلة مع X فتحة أصغر من X فتحتين X فتحة أصغر من X فتحتين أضيف أربعة X فتحتين فأحصل على أحصل على هذا الكلام أن هذا الكلام أقل من X فتحتين وعندما أضرب في أربعة X فتحة أضرب الطرفين في أربعة ثم أضيف X فتحة للطرفين أضيف X فتحة تكون هذه العبارة هذه على خمسة هذه على خمسة أقل أكبر من X فتحة المرحلة الأولى وجدنا هذا أقل من هذا ونفس العدد أكبر من هذا ومنه رياضيا لدينا هذا الكلام ولغويا نقول محصور تماما بين هذا العددين إذا سهلا لاحظ معي الشرح عندي هذه أقل من هذه من هنا إلى هنا ماذا فعلت؟ أضفت أربعة X فتحتين خلاص مواثقين ولكن هذه تسوي هذه إذا نحو المساعدة هذه من نحوها وش يبقى؟ يبقى هذا أقل من هذا أنا كتبت هنا أقسمت الطرفين إلى خمسة لقيت هذا الكلام نزيد نزيد من هنا إلى هنا أضربت في أربعة ومن بعد هنا أضفت X فتحة هنا وX فتحة هنا أضفت X فتحة كم تصبح ثم ألغيت هذه نحيتها ونزيدت إلى X فتحة أصبحت هكذا قسمت إلى X فتحة على خمسة وجدت هذا الكلام مليح ذكا عندي العدد هدايا هو نفسه مرة أقل من هذا مرة أكبر من هذا مع أنت محصور بينهما ونكون انتهيت من الكلام انتهيت من البرهان رياضيا عندي هكذا رياضيا عندي هذا لغويا عندي هدايا زيد استنتج إشارة هذا الكلام في الحقيقة نحاول أن ندير ملاحظة هل توجد علاقة بين هذي وهذي؟ نعم شوفوا الأ خرجوا عمل مشترك الأ غير معدوم خرجوا عمل مشترك هنا هذي رهها أ مربع هذي رهها أ مربع كين خرجوا الأ ويش تبقى؟ إذا نعدي هذا بي إكس كين دير بي لهذا العدد بي لهذا العدد عندي هذا بي إكس هذي رهها بي إكس هذا بي إكس بي هذا العدد في أ أجد هذا الكلام إذن الآن هذا وش قلت؟ قلت بي هذا العدد في أ يكون عدد أش هذا العدد أش هو اللي سميته هكذا إذن أش كيفاش فسرت هنا؟ نحيت له الأ نحيت له الأ بعد الشكل الإستنتاج نضع سميت هذا العدد وكل أش أش شوفوا معايا إستنتاج إشارة هذا العدد المرحلة لو ش درت سميت هذا العدد أش وبدلت السؤال قلت سميه أش والسؤال أصبح ما هي إشارة أش عادي لاحظوا أن أش يمكن كتابته بالشكل هذا نبحث عن إشارة أش إشارة أش إشارة أش كانت طريقة الأولى كانت طريقة الثانية كانت طريقتين اللي يبحث على إشارة أش نبدو بشوية برك كانت طريقتين أش هو هذا وجدوا الإشارة بي لاحظ معي الأش ماذا يساوي؟ يساوي ذا الكلام خرجت أعم مشترك بقالي هذا ومنه أش يساوي هذا خلاص فهمنا عليه الآن إشارة بي إكس ماذا نقول إحنا في الرياضيات؟ نقول إشارة بي إكس بين الجدرين إشارة بي إكس قطع مكافأ قد يكون متجه للأعلى قد يكون متجه للأسفل لاحظ هنا إذا كان أموجب إذا كان أسلب يكون القطع هذا بينهما عكس وإذا كان أموجب بينهما عكس إذن بصفة أم إشارة بي إكس بين الجدرين عكس إشارة أ ولاحظ أن هذا العدد بين الجدرين أو بين الجدرين بين إكس فتحة و إكس فتحتين بقراءة جدول الإشارة نجد أن إشارة كل الأعداد المحصورة تماما بين هذين العددين إشارة أ إذن هذا العدد صورته عكس إشارة A فالعدد هذا إشارته إشارة صورته هذه عكس إشارة A وبالتالي أش جداء عددين ليس لهما نفس الإشارة لأن إشارة A موجبة إشارة A وعكس إشارة A يعود إشارة A سالبة لأنهما إذا كان سالب هذا يكون موجب إذا كان موجب يكون هذا السلب وبالتالي أش جداء عددين يعني كيف كتبها هنا جداء هايرا جداء هادا وهادا ما هي إشارة هذا المقدار عكس إشارة A يعني قلناه هذا المقدار هو عكس إشارة A عكس إشارة A في إشارة A عددين ليس لهما نفس الإشارة إذن أش سالب هذه اللي قلتها خلاص وخلاص إشارة العبارة للعدد هذا كسالبة تماما السؤال مطروحة ما هي إشارة هذه سالبة تماما خلاص أنا جاءت على السؤال هذه طريقة طريقة أخرى ماذا ألاحظ ألاحظ أن A يساوي نقص 4 على 25 دلتا وإشارة المميز مجابة تماما إذن A سالبة تماما كيف أعرفت ذلك أليس هذا هو العدد A أخرج أعم و أربع عام المشترك ثم لاحظ الأعام المربعة المشترك كل مرة ما زيش نتكلم عليه نهتم هنا فقط هنا وزع التربيع على البسط المقام هنا بيقى A هو مجموع الجذرين وهنا السعى A هو جدع الجذرين مليح؟ هنا لوحد المقامات ومبسط توحد المقامات أجعل لها مقام مشترك 25 مبسط الحسابات مبسط مبسط الحسابات وبسط ووصل التبسيط عندما أوصل التبسيط أصل إلى هذه المرحلة أنا هنا يا ركا وبعدها أنا هنا ثم أوصل التبسيط هذه هي X فتحة X فتحة أليس هو بيقلاقة مربع و X فتحة X فتحتين أليس هو السعلاقة وحد المقامات هنا فأجد ظهور دلتا يظهر لي مميز دلتا بهذا الشكل إذن انطلقت وبرهنت أن X يساوي نقص 4 على 25 دلتا ودلتا موجب في عدد سالب إذن السالب تماما إذن اللخص اللخص الطريقة الأولى واللخص الطريقة الثانية الطريقة الأولى دعونا نحتفل بأمرين الطريقة الأولى تعتمد على برهان هذه برهان هذه هذه إشارتها عكس إشارتها ويعوجد عددين متعكس في الإشارة هذه الطريقة الأولى أفضلها أنا أفضل الطريقة الأولى الطريقة الثانية نحتفل بهذه أبرهن هذه أولا أبرهن هذه بعد معركة حسابات لاحظوا أنها فيها حسابات أبرهن هذه أبرهن هذه عندما أبرهنها أجد أن دلتا موجب تماما في أدد سالب أعود سالب تماما البرهان طويل مراحله طويلة هاي وراه البرهان فقط نجيل تطبيق عددي تطبيق عددي تساوي ما هي إشارة هذا العدد أكيد عدنا علاقة بالسؤال السابق إذا كنت نشوف المطابقة من هو A من هو B الآ هو هذا يا والB والC هذه أول ملاحظة اللحظها هذا وش قلتنا هنا يا لتكون المعادلة هذه المطلوب إشارة هذا العدد بالمقارنة مع المعادلة نستنتج أنا A دعونا نحتفل بين المعادلة هذه هذه استنتاج سهل الأ هو والB هو والC هو معامل X مربع معامل X الثبت خلاص الآن نطبق الشرح حاليا مش نسحق هنا يا A دي هو خمسة وش رح دي ندير هنا يا دي ندير A خمسة هنا يا و A خمسة هنا يا و A خمسة هنا يا و دي ندير السي هنا يا و دي ندير البي هنا يا فماذا تصبح هذه المعادلة إذا ندى أجدرت عوضت الأعداد حصلت على نفس المعادلة المطلوبة إذا عندما أعوض هذه المجاهل هنا أحصل على عبارة أحصل على هذه هي نفس هذه والبرهان هو هذا و منه إشارة هذه المقدار سالب تماما إذا ما عليش كنتبع بشوية الآن كم يساوي وره الآن خمسة خمسة دي نديرو خمسة خمسة إلى خمسة أي تروح وش تبقى؟ تبقى هذا أستثنين الآ في البي وره الآ في البي خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين إلا خمسة سبعة سبعة في هدايا هاي وره ومن بعد الآ في السي نقص خمسة عشر هاي وره عندي هذي إذا الآن كننشر السبعة هذي ننشرها سبعة إكس فتحة ثمانية عشر في زبط فتحة دين هذه نجدها هي اللي أعطيها لي هنا هي المقدمة سبعة إكس فتحتين وثمانية عشرين إكس فتحتين هي اللي أعطيها لي هاي وره نفسها هذه اللي أعطيها لي ما هي إشارته؟ إشارة هدايا سالبة تماماً استعمل الحاسبة البيانية على المباشرة في اليوتيوب تجربة أساتذة ولم تجد تناقض عندما أكس الحلين نجد تقى أن نقاطهما متناظرة بالنسبة لمحور التناظر المشهور صعوبة الإعداد والحلول والتعوير بهم مقصودة فالمهم أننا تقع بين الحلين فقط فالخروج من فكرة الحلول المضبوطة والدخول في فكرة الحلول المحصورة جوهر التأميم الذي سنراه في الدروس القادمة كما قلت في بداية الثhö噴 مبارهنت القيام متوسطة هناك القيام المضبوطة وهناك قيام المقربة والقيام المحصورة إذا هنا فكرة الحصول على فكرة الحلول المحصورة هذا حلول محصورة مانيش مضبوطة مقصودة او كين فيديو درنا العنوان تعو حل 81 بالأوراق شوفوا هذا الفيديو تلقاوا شرح تلقاوا قصدي هنا هنا وش قلت شوفوا وش قلت اي كينك كلمة نشرح فيها هادي 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 نقرأ مع بعضنا استعملنا الحاسبة البيانية على المباشر في اليوتيوب تجربة أستيدا وين هنا هنا تلقاوا حل التمرين 81 بالأوراق على العوان تعوه شوفوا هذا الفيديو تجدون الشرح انتهى حل التمرين واحد وثمانون واحد وثمانون انتهى شكرا للمشاهدة